موسيقى وسط تقدم جديد للجيش مصرع وعشرات الإرهابيين الحوثيين في معارك مأرب والتحالف يدمر أربع قواعد صاروخية للميليشيا موسيقى الحكومة تندد بتدخلات الإيرانية السافرة والكويت تقول إن الهجمات الإرهابية الحوثية تقوض أمنى والسقرار المنطقة موسيقى قصف حوثي بصواريخ كاتيوشيا يستهدف المدنيين في مدينة الحديدة موسيقى أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ياما الشباب معكم أنا مروى السوادي وشام الزياد ونبدأ نشرتنا من مأرب حتى دخلت المعارك على أطراف المحافظة يومها السابع على وقع تقدم ميداني يحرزه الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة في الجبهات الجنوبية والغربية من المحافظة وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش والمقاومة حققت تقدما في أربعة محاور رئيسة مع اجتداد المعارك في بحور معسكر كوفل الذي انسحبت الميليشيا الحوثية الإرهابية جزئيا منه تحت ضغط الغارات الجوية التي شنها طيران التحالف العربي مستهدفا تجمعات الميليشيا هناك بأكثر من ثلاثين غارة وقال مظر ميداني لمن شباب إن هذا التقدم المحقق جاء عقب هجوم معاكس شنت وحدات قتالية من الجيش والمقاومة ردا على أجمات حوثية في الجبهة الثلاث وسيطرت على إثره على عدد من المواقع المهمة وتأمين خطوط الإمداد واستعادة عدد من الآليات والمعدات العسكرية وإحراق أخرى بغارات جوية للتحالف العربي كما تواصلت المعارك في مديريتي مجزر ومدغل بالجبهة الشمالية الغربية لمأرب وسط تقدمات للجيش والمقاومة في مناطق متفرقة باتجاه ريف العاصمة صنعة من جهة مجزر ومفرق الجوف من جهة مديرية مدغل وفي جبهة الكسارة صدت وحدات الجيش والمقاومة وبإسناد من طيران التحالف هجمات للميليشيا الحوثية حاولت من خلالها التقدم باتجاه مواقع الجيش في الجبهة وخلفت المواجهات التي استمرت لساعات عشرات القتل والجرحة من عناصر الميليشيا وتدمير عدد من آلياتها بنيران الجيش وغارة التحالف وقالت مصادر ميدانية إن طيران التحالف استهدف تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهة وأسفرت الغارة عن تدميرها ومن ضمنها عربة ودبابة وثلاثة أطقم قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها أذا وحصدت المعارك المستمرة في جبهة مأرب أرواح العشرات من الميليشيا الحوثية الإرهابية بينهم قيادات ميدانية بارزة بحسب المصادر فن المعارك التي شاهدتها جبهة هيلان والمخدرة وصرواح أسفرت عن مصرع عدد كبير من عناصر الميليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية للميليشيا منهم المدعو أبو صلاح الحمزي وقيادي ميداني بارز يدعى النهمي الأمير الشريف وأحصت مصادر عسكرية مقتلى أكثر من ستين حوثية وجريح آخرون في جبهة الكسارة غرب مأرب في مأرب أيضا دمرت غارات جوية للتحالف العربي أربع قواعد صاروخية واليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثيين الإرهابية وبحسب مصدر عسكري ميداني فأن طيران التحالف استهدف بعدة غارات قواعد صاروخية شمال مأرب كانت تستخدمها الميليشيا خلال تصعيدها العسكري لاستهدف مواقع وأحيان سكانية في المحافظة مشيرا إلى أن هذا الاستهدف نجم عنه تدمير أربعة منصات لإطلاق الصواريخ كما دمر قصف مدفعي شنه الجيش الوطني نقطة مراقبة لميليشيا الحوثيين في ركن سلسلة الجبال هيلان غرب مأرب دفعت الميليشيا الحوثية الإرهابية بالآلاف من عناصرها إلى جبهة القتال في عدة محاور قتالية في الجبهة الغربية والشمالية والجنوبية لمأرب ظنا منها أن بإمكانها اختراق صفوف قوات الجيش الوطني والقبائل إلا أنها فوجيت بمقاومة شرسة نكلت بعناصرها المهاجمة وجعلت من الصحاري الممتدة مقبرة مفتوحة لهم لم تنتهي معركة الجمهورية مع الميليشيا الحوثية الإرهابية ولم تخمت جذوتها بعد حدود محافظة مأرب أصبحت أخدودا يبتلع أفواج الميليشيا التي تهاجم مواقع الجيش والمقاومة في عدة محاور قتالية في الجبهات الغربية والشمالية والجنوبية لمأرب في صرواح غرب مأرب تدور راح الحرب منذ سنوات ويتوسط جبهتها معسكر كوفل اللواء 312 مدرع الذي حولته قوات الجيش الوطني مؤخرا إلى ساحة نصبت فيها الشراك والكماء فقد قتل فيها 250 من أفراد وقادة الميليشيا على مدى الأيام السابقة وأسر آخرون ولا يزال ساحة نيران لحرب لا جديدة فيها سوى خسائر الحوثيين على الأرض وعلى بعد عدة أميال من المعسكر باتجاه الجنوب افتتحت الميليشيا الحوثية جبهة جديدة في شعب جميلة ببني ضبيان فحوصرت فيها مجامعهم وقطعت عليهم مقاومة بني ضبيان طرق الإمداد والإخلاء لتتسع الفجوة التي وقعت فيها الميليشيا وفيها تضاعفت خسائرها البشرية والمادية وفي الشمال الغربي لمأرب تقع الجدعان بجبهاتها الأربع ذائعة الصيت الرخيم والمخدرة وجبهة ماس وجبهة حلحلان القريبة من مفرق الجوف وكلها جبهات ملتهبة حاولت الميليشيا اختراقها مؤخرا عبر سلسلة هجمات خسرت فيها ثلاثمائة مقاتل بينهم قيادات رفعة إضافة إلى عشرات الأسرع لم تستطع الميليشيا الحوطية الإرهابية أن تحقق نصرا حتى إعلاميا تتفاخر به فقد توالت هزائمها وتعاضمت خسائرها في أطراف مأربة بشكل يوحي إلى النظرة الهمجية للميليشيا الحوطية التي لا تستحضر العبرة من هجمات سابقة أحالت قواتها إلى رفعة ونتيجة لخساراتها الكبيرة لجأت الميليشيا الحوطية الإرهابية إلى قصف مدينة مأرب عشوائيا بالصواريخ الباليستية التي لم يتضرر منها سوى المدنيين الذين اتخذوا من مدينة مأرب حصنهم الأخير من إجرام الحوطيين وليس بعيدا عن مأرب حيث أسفر كمين للجيش الوطني شرق منطقة بير المرازيق بمحافظة الجوف عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوطيين الإرهابية وقال مصدر عسكري اليمن شباب أن قوات من الجيش نفذت كمين محكما لعناصر من الميليشيا باتجاه المواقع العسكرية في مليففة وقرن الصيعري شرق بير المرازيق قبل أن تطبق عليها الحصار وتشتبك معها نحو أربع ساعة انتهت بمقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا إلى الضالة حيث تجددت المواجهات بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة من جهة وبين ميليشيا الحوطيين الإرهابية من جهة أخرى في عدد من جبهات شمال وشمال غرب المحافظة وذلك بعد أيام أو بعد هدوء حذر استمر عدة أيام وقال مصدر عسكري اليمن شباب أن وحدات مشتركة من الجيش والمقاومة صدت هجوما حوثيا بعد منتصف ليل الجمعة استهدف مواقعها جنوب منطقة صبيرة سقط على إثر قتلى وجرح من عناصر الميليشيا الإرهابية شنت ميليشيا الحوثيين الإرهابية اليوم قصفا استهدف لحياة سكنية في مدينة الحديدة وقالت مصادر محلية أن الميليشيا شنت قصفا مكثفا استهدف مسجدا ومنازل سكنية في حي منظر بمدينة الحواك في مدينة الحديدة وضافت أن الميليشيا أطلقت صباح السبت صاروخين كاتيوشاء استهدف المدنيين في حي منظر ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل وإلحاق الدمار بأحد المساجد في الحي السكنية وعلى الصعيد كشفت تقارير أعلامية أن الميليشيا الحوثية الإرهابية جندت طوال سبعة أيام ماضية أكثر من سبع مائة شخص من المهمشين بينهم أطفال وكبار في السن واخضعتهم بصورة عاجلة لدورة عسكرية ثم نقلتهم على شكل دفع كتعزيزات لعناصرها في محافظة مارب وقالت المصادر إن الميليشيا جندت العناصر من مدريات أمانات العاصمة في صنعاه وأريفها ومحافظات أب ودمار وحجة والحديدة والمحويت وريمة وفقا للشرق الأوسط أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل وإصابة أكثر من ألفين مدنيين في اليمن خلال العام الماضي جرى الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية الإرهابية منذ ست سنوات جاد الكف تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشارت فيه أيضا إلى أن الحرب تسببت في نزوح أكثر من مائة وسبعين ألفا خلال العام المنصر وقال التقرير أن قرب القتال من المناطق السكانية أدى إلى أضرار واسعة النطاق للممتلكات المدنية حيث تضرر أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة منزل ومزرعة معظمهم بمحافظتي الحديدة وتعز أعلن التحالف العربي عن افشال هجوم جديد شنته ميليشيا الحوثيين الإرهابية على الأراضي السعودية وذكر التحالف أن الدفاعات الجوية لقواته تمكنت من اعتراضي وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار حاولت استهداف مطار أبهى الدولي أطلقها مسلح جماعة الحوثي أشار إلى أن المحاولات الإرهابية التي تجنها ميليشيا الحوثيين تتم بطريقة ممنهجة ومتعمدة لسداف المدنيين والأعيان المدنية وتعرضت السعودية مؤخرا لسلسلة هجمات بواسطة الطيران المسير وصواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية استهدفت بعضها مطار أبهى يوم الخميس الماضي وهو الهجوم الذي تسبب في احتراق طائرة مدنية كانت ربيضة في المطار في السياق أكدت دولة الكويت استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثيين أن استمرار هجمات الحوثيين يمثل تهديدا لأمن وسقرار المنطقة وقالت الخارجية الكويتية في بيان أن استمرار هجمات الحوثيين على السعودية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة أضاف البيان أن مواصلة هذه الأعمال الإرهابية والإصرار عليها يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المملكة وسقرار المنطقة وتحديا سافرا للقانون الدولي والإنساني وتقويضا للجهود الدولية الساعية إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر نددت الحكومة اليمنية بالتدخلات الإيرانية السافرة في الشأن الداخلية اليمني ومحاولات استثمار الدماء ومعاناة اليمنين لتحقيق مآربها السياسية وقال وزير الإعلام وثقافة وسياحة اليمنين معمر ليرياني أن النظام الإيراني بات يعلن صراحة عن دوره في إنشاء ميليشيا الحوثيين الإرهابية وتمويلها بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء وشحنات النفط مضيفا أن هذا التصدر الإيراني للمشهد في اليمن ودفع ميليشيا الحوثيين لتصايد الأوضاع السياسيا معسكريا يهدف إلى تقويض التحركات الدولية الأخيرة للتهديئة وإنهاء الحرب ومن جهة أخرى ندد صحفيون وناشطون بالقرار الأمريكي مؤكدين أن رفع الميليشيا الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية سيزيد من تعطشها لسفك المزيد من دماء اليمنيين ووصف الناشطون في تغريدات على تويتر الموقف الأمريكي والدولي بالمتخاذل تجاه تصرفات الحوثيين وأكدوا أن هذا الموقف يوحي بتعاطفه الشديد تجاه إيران وتجاه ميليشيا الحوثيين بشكل خاص واستغرب الناشطون من قرار إزالة الميليشيا من قوائم الإرهاب في الوقت الذي تعلم فيه الميليشيا العداء الصريح لواشنطن رافعة في شعارها عبارة الموت لأمريكا وعشر الناشطون إلى الهجمات الأخيرة والقصف الصاروخي المستمر على مدينة مأرب والتي صعدتها الميليشيا عقب أقل من يوم على إعلان إدارة بايدن عن نيتها في إزالة الجماعة من قوائم المنظمات الإرهابية مطلع الأسبوع الماضي هذا وقالت الولايات المتحدة أنها ستواصل مراقبة أنشطة الميليشيا الحوثية الإرهابية وقادتها عن كثب وستعمل بنشاط على تحديد أهداف إضافية لتصنيفها لسيما تلك المسؤولة عن هجمات الزوارق المنفجرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر والهجمات الصاروخية بدون طيار على السعودية ووصفت الخارجية الأمريكية أنشطة الميليشيا الحوثيين بالخبيثة والعدوانية وأكدت أن واشنطن ستواصل دعم تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على قادتها وستستمر في لفت الانتباه إلى نشاط الجماعة الإرهابية المزعزع للإستقرار والضغط عليها لتغيير سلوكها أقدمت الميليشيا الحوثية الإرهابية على تغيير عدد من أسماء المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها في مدينة تعز وعدد من الشوارع بأسماء قادتها البارزين وقالت مصادر محلية اليمن شباب إن الميليشيا قامت في الأوينة الأخيرة بتغيير عدد من المدارس أبرزها مدرسة سبع يوليو والتي سموها بالشهيد الصماد ومدرسة اليرموك التي حولوا اسمها إلى مدرسة المجاهد ضيف الله وبحسب المصادر فإن الميليشيا مؤخرا نظمت دورة تدريبية ثقافية لمدراء المدارس وأجبروهم بالقوة على حضورها بدأت ميليشيا الحوثيين الإرهابية مخاططا لسيطرة على وثائق ملكية سكان للأراضي والعقارات في مفرق ماوية ومنطقتين شعب الخادم والمقاشرة وأنشأت الميليشيا منذ أيام صفحة باسم الهيئة العامة للأراضي في محافظة تعز ضمن المناطق التي تسيطر عليها حيث أعلنت الميليشيا فيها مهلة خمسين يوم للسكان لتقديم أوراق وإثباتات ملكيتهم الأصطية إلى الهيئة وأكدت مصادر محلية أن خطط الميليشيا تهدف إلى سيطرتها على تلك الأراضي وإرغام السكان والملاك على تسليم وثائق الأراضي للميليشيا السيطرة عليها يتواصل تصعيد طلاب الجامعات الخاصة في مدينة تعز تنديدا بعدم استجابة جامعاتهم للتوجيهات الوزارية التي قاضت بتعديل سعر الدولار في الرسوم الجامعية يقول الطلاب إنهم يرفضون يكونوا ضحايا لتبعات تدهور الاقتصادي في البلاد في قسم الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة يدرس حسين وهو في سنته الدراسية الرابعة يتواجد في هذه الخيمة التي نصبها مع عدد من زملائه أمام جامعتهم تنديدا بعدم استجابة الجامعات لتوجيهات وزارية صدر قرار نزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجامعات تعز الخاصة بأن لا تقوم برفع سعر صرف الدولار إلى أربعمية بعد أن كان مقار بـ 300 و 250 ريال وإلى الآن الجامعات الخاصة لم تقوم بتنفيذ القرار وتتمرد على قرارات الوزير ونحن هناك طلاب معتصمين إلى أن يتم تنفيذ قرار الوزير كاملا غير منقص ونرفض أن نحن الطلاب أن نكون ضحية لتدهور الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بشكل عام التوجيهات الوزارية جاءت بعد تصعيد طلابي واحتجاجات متكررة نفذها الطلاب على مدى أربعة أشهر ماضية تعبيرا عن رفضهم لأن يكونوا ضحية لتدهور اقتصاد البلاد وفي الجهة المقابلة لا تجد من الجامعات ما يبرر عدم استجابتها لتعليمات الوزارة التزام بالقرار القرار وزارة التعليمات العالية هو قيد الدراسة ولازال هناك اجتماع عبر رؤساء الجامعات مع الوزير لمناقشة القرار وآلية تنفيذه وهذا قد صدر بيان باسم الاتحاد وقلسنا مع الاتحاد ووضحنا لهذا الكلام وعلى إثر تهاون الجامعات بمستقبل الآلاف من أبنائها الطلبة وتجاوزها للتوجيهات الوزارية يتواصل الحرك الطلابي الذي يسعى لنيل حقوقه بالطرق المشروعة يقول الطلاب إن إصدار توجيهات وزارية دون متابعة تنفيذها وما يجعل من تجاوزها من قبل الجامعات أمرا هينا والضحية الوحيدة هي الطالب الذي يراد له أن يتحمل تابعات فشل الحكومة في تحسين وضع العملة أيمن قائد أيمن شباب تعز وفي شان آخر وجه وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود فروع شركة النفط في المحافظات بتشكيل لجنة تختص بعملية استيراد المشقات النفطية وتحديد أسعارها بما يتناسب مع كل محافظة جاء ذيك خلال اجتماع في المكلة ضم مدراء فروع شركة النفط بالمحافظات وتم فيه مناقشة أمكانية العمل بالآلية الجديدة للفروع ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمات في الوقود تشهدها بعض المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية وانتشار الأسواق السوداء لبيع الوقود بأسعار مضاعفة مخاطر جديدة تهدد سكان مناطق الامتياز النفطي في محافظة شبوة جراء تسرب النفطي من الأنابيب المتهالكة والتي باتت بحاجة مسا للصيانة والمعالجة الفنية بظل صمت الشركات الأجنبية والسلطات المعنية مخاطر جديدة تتربص بمناطق الامتياز النفطي شرق اليمن تتمثل بعملية التسرب النفطي من أنابيب ضخ النفط المتهالكة والتي باتت تشكل مخاطر صحية وبئية كبيرة على السكان في مختلف مناطق الامتياز ومنها مديرية محافظة شبوة التي تتواجد فيها العديد من الآبار والقطاعات النفطية والشركات الأجنبية التسرب النفطي الجديد في واد غرير بمديرية الروضة بشبوة بات يمثل كارثة تهدد حياة المواطنين في المنطقة وستظل غياب تام للجهات المعنية عما يحدث تداعيات كثيرة ومخاطر متفاقمة من عملية التسرب النفطي في واد غرير حيث أدى إلى تلف التربة الزراعية وتدهور الزراعة بشكل عام في المنطقة ناهيك عن تأثيره المباشر على مصادر المياه بشكل عام ومياه الشرب بشكل خاص حيث تتواجد أكثر الآبار في بطون الأودية جنبا إلى جنب مع الأنابيب النفطية المتهالكة العاني من التسربات النفطية التي تجاوزت العشرة التسريبات في منطقة الغيل ومنها بعض التسريبات في وديان مياه جارية واختلطت التسربات النفطية النفط مع مياه الشرب ومياه الزراعة وقد وصلت النفط عبر الشبكات الرئيسية إلى داخل البيوت وشربه بعض الناس وتخصيبه بعض الأمراض إلى الآن والزراعة تأثرت منها أشجار النخيل أشجار المانجو أشجار الليم هلوكت بعض الأشجار يبست دفعت هذه التأثيرات والمخاطر المتزايدة جراء عملية التسرب النفطي الكثير من الأكاديميين والمهتمين والشخصيات الاجتماعية في المنطقة بمطالبة شركة الاستثمارات النفطية الحكومية والأجنبية بتجهيز وحدة صيانة طارئة تحل مشاكل التسرب التي تحدث من حين لآخر من أنبوب لم تتم صيانته منذ تأسيسه عام 1985 والذي ينقل النفط من حقول العقل إلى ميناء النشيمة على البحر العربية من شركة الاستثمارات النفطية التي لم تكن بدورها بالشكل المطلوب نتمنى منها أن تعد وتجهز وحدة صيانة أو وحدة خاصة بالطوارئ تقوم في حالة أي تسرب نفطي سريع بسرعة تتلافى الأخطار وتقوم بترقيعها التسرب النفطي المتكرر في منطقة غرير يشكل هاجسا للسكان وبات يهدد حياة الإنسان عبر المياه الملوثة بالنفط وحياة حقوله الزراعية المغمورة به ويطالبون بسرعة استجابة الجهات المعنية وعلى رأسها شركة الاستثمارات النفطية وإصلاح الخلل لتفادي كارثة بيئتين لا تحمد عقبها نختم النشرة بأبرز عنوينها وسط تقدم جديد للجيش مصر واشرات الإرهابيين الحوثين في معارك مأرب والتحالف يدمر أربع قواعد صاروخية للميليشيا الحكومة تندد بتدخلات الإيرانية السافرة والكويت تقول إن الهجمات الإرهابية الحوثية تقوض أمنى وسقرار المنطقة قصف حوثي بصواريخ كاتيوشيا يستهدف المدنيين في مدينة الحديدة مشاهدين كان هذا كل ما لدينا في هذه النشرة نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة